اشتركوا في القناة اشتركوا في الخدمة عشان نقولكش ان اتجاوز اتجاوز؟ اه لسه ما قانش القوي؟ ولا الهانم اللي خدتلك الفيل عايزاك فيها فرضاني؟ نبطل بيها هاري في الموضوع ده اتجاوزني ونبطل هاري جائنا اايا ايه؟ بل يسلي في ايه؟ اين فيزيك انتيرة؟ اايا فاغنجم خير في المكتب شريف العايش؟ شريف نازل من نصف ساعة تم مكر شخص اكتبو؟ حضر ماك إذن نيابا؟ تفضر طيب تفضر حضرتك ترجمة نانسي قنقر موسيقى طيب ترجمة نانسي قنقر سلمة أنا بكلمك دلوقتي عشان أقولك إن كان محاكي حقا أنا فعلا كنت أناني لما تكوستك بس ما كدبتش عليك لما قلت لك إن أنا حبيتك إن كان حبيتك بطمع أنت عايز مني تديني كل حاجة أنا ياسف يا سلمة ياسف على أي حاجة وحشة عملتها معك وياسف كمان على أي حاجة حلو ما قدرتش عملها أحب أحب أن يكون لديك المزور معي سلامة لم تقلمتش تند سلمة؟ آي حبيبتي كنت بكلمة تند سلمة حازك لما عشتني أول أنا فعلت التليفون معها خلاص ما تريد عشب ترقل لنا إمتا؟ لا يا حبيبتي نسلتاش شريف العيش أيها فان مين حضرتك؟ لكيب خالد صلاح أهرنا سهلا معي عمر بن نيبا بالأرض عليك ليه قتلت ياسر الشواربي؟ ما قتلتوش يا فان البوليس طلع على المسدس اللي اتقتل بياسر من درج مكتبك في الشركة يا فاندم أنا بقالي كم يوم بالزبط بشتغل في شركة مها إيه اللي يخليني أجيب مسدس ارتكبت بي جريمة قتل واشيلك درج مكتبي في الشركة كنت أسألك نفس السويل ما فيش حد عائل أبد أن يرتكب جريمة قتل ويفضل محتفظ بالأداة يعني أسهل حاجة في الدنيا كنت تخلصت منها ليلة الحادثة مش جايز كنت ناوي ترتكب جريمة تانية؟ حضرتك أنا ما ارتكبتش جريمة أولانية عشان ارتكب جريمة تانية ثم أنا كنت بفرح ياسر وأنا بنفسي اللي مؤدي بإيدي المستشفر بعد ما اتضرب من نار حضرتك لو مش مصدقني ممكن تسأل أي حد من المعزيم اللي كانوا موجودين كلهم حيقولولك ويأكدولك أنا كنت واحد منهم مواقف وسطهم إزاي بقى حكون أنا اللي قتلت العريس جايز أجرت حد يقتله يبقى المسدس بتاعه هو مش بتاعه أنا يمكن أن يدتوا المسدس يقتله بيه ولجعتله معقولة يعني حأجر واحد عشان يرتكب جريمة تقتله معوش مسدس ده يبقى راجل خايب ساعدتك رد على قد السؤال أنا ما أجرتش حد علشان يقتل ياسر ثم أنا ما فيش أي عدوة وبيني وبين ياسر علشان أقتله ولو تجننت يعني وشايل المسدس اللي ارتكبت بيه جريمة قتل في درج مكتبي في الشركة على القل يعني كنت حافل عليه بمفتاح سيادتك وعرفت منين ان درج المكتب ما كانش بقفل بني مفتاح ان ما قفلتش أي أدراك في مكتبي بمفاتيح وتفسر بإيه وجود المسدس في درج مكتبك حتى بيكرهني وعايز يلبسني قبية حط المسدس اللي حصلت بيه الحادثة في درج مكتبي في الشركة وقال للبوليس يفتشه في درج الشريف وأكيد يا فنم إن هو ده القاتل الحقيقي بدليل إن المسدس كان معان غايد دلوقتي ومين لي قدر يخش مكتبك غيرها؟ أي حد ممكن يخش مكتبي وانا مش يناكل طب ومن باره الشركة؟ صعب شوية بس بس ايه؟ أول مبارح دخلت مكتبي في الشركة لقيت عيسى الفيل موجود يناكل عيسى الفيل؟ أي بفنم رانيا الشواربي كانت باعتهولنا عشان هو اللي بيقرللنا رخام المناصة إن مهم مشاركة فيها وبعدين؟ ولا حاجة رجعنا شوية لإساباته وبعد كده مشي وكان بقاله قد إيه في مكتبك قبل ما توصل؟ يعني خمس دقائق على حسب كلامه وهو عادي كده أي حد يخش أي مكتب في الشركة يقعد فيه؟ يا فندم هو كان قاعد عندما هف مكتبها باعت تقولي عن مكتب عندي ما كانتش تعرف إنها لسه ما جيتش؟ يارا 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 ضلت سلمة ضلت سلمة إذا بنتيح تقوله وما نفسي خوفين ما تقلقش يا حبيبتي بابا هيرجع عريب إن شاء الله أنا خدت يورا عني من ساعدة وما عنديش أي مشكلة تفضل معينا والمدام لحد من اتمكن على أستاذ شريف شكرا يا أستاذ حسن يراه تفضل معي اوكي بعد أزن عايزة عرفت إن قبضي على شريف؟ آه عرفتي أنا مش قادرة أصدق إن هو يرقي كل قد لي يسر ما يمكن في حاجة بينه عنا ما نعرفهاش لا، كنت هعرفها، أنا طول الوقت معهم في الشركة أيوة، بس دول لقوا المسدس في درج شريف الحكاية دي كلها على بعض المشتوحة بماي خالص أصوه مش غابياني عشان يجمع نفسه ما إنها مين اللي عارف أصلا المسدس في المكتب وبلغ البوليس وراح قال له هدو من هناك ما عرفش أعموًا كل حاجة هتباني أنا متأكداً اللي حط المسدس في الدرج هو اللي بلغ البوليس وهو نفسه القتل ما كفاية بقى وقصد إن إحنا عندنا شغل كتير ومحتاجين نركز شغل ايه عايزة؟ أنت ناسي اللي تقتلت أخي أنا أسف أموًا كل حاجة هتبان في التحقيق شريفي العايش بيتهمك إن إنت اللي حطيت المسدس في درج مكتبه في الشركة وبعد كده بلغت عنه البوليس طب وأنا أعمل كده ليه؟ يقولي إن كان في بينكو خلافات في الشغل عند رانيا الشواربي علشان كده هو أسابها وروح أشتغل معاما حتى لو كان في بيننا خلافات إلي خليني لدبسوا مصيبة زي دي بعد ما أساب الشركة طبعاً أنت ما عملتش كده علشان خلافات الشغل أنت لقيتها فرصة تورطه في الجريمة اللي أنت بتحاول تهرب منها جريمة ايه؟ جريمة قتل ياسر الشواربي المحكمة برقتني منها وإحنا تعانوا ضد الحب واستأنفنا التحقيق معاك وجبنا لك شاهد أكد إنه شافك في الفيلا يوم الحدثة وإنت بتهرب عن ضرب النار كنت عارف إنك مستحيل تاخد برقة المرة دي غير لو ظهر لنا متهم تاني أخدت المسدس اللي قتلت بياسر وحطيته في درج مكتب شريف قبل ما يجي مش مسدسي وكمان مستحيل تكونوا لقيته علي بصماتي لا بصماتك ولا بصمات شريف طبعاً انت مش هتسيب بصمات طول الفترة اللي فاتت دي موجودة وأخش الشركة مهز زي ومعايا مسدس وعدي بي من جهاز كشف المعاد أمن الشركة قال لنا إن الجهاز بايز بقلق أسبوعين وطبعاً المعلومة دي عندك لأنك روحت المهز أكتر من مرة بس أنا ما كنتش جالي شريف أنا روحت المهز وهي اللي بعتتني إلي أنت اللي بعتتي عايزة بمكتب شريف لا أنا كنت عايزة يجيب شريف مكتبي عشان أحضر معهم الاجتماع ولما زقلت عن شريف قالوا ليس ما وصلش في نفس الوقت الجال يضيف تاني بمعاد سابن وبعدين؟ عايزة تكسف يستنى شريف في المكتب عندي وكمان يحضر الاجتماع هو ما يعرفش حد فيه فأكيد أي حد قاعده في مكتب شريف يعني هو ما كانش قاصد يستنى شريف في مكتبه لوحده؟ يا فاندم ما أقدرش أأكد لك حاجة زي كده أو أقدر أنا فيها ما تقدريش تأكدي لكن في نفس الوقت ما تسابع ليش يا فاندم بقول حدايك ما عرفش طيب وشريف؟ شريف أعرفه من فترة قريبة لكن ما اعتقدش إن هو ليه دخل في قتلي يسر خصوصا كمان هو متربي معهم في الشركة ومعادك في الشركة مع عايزة كان بطلبك ولا كان بطلب هو؟ بطلب هو يعني ما كانش جاي في حاجة مهمة عادي يا فاندم إحنا بيننا شغل فهو بيجيلي في أي وقت عادي محبتش أجيلك السجن وليد قالي إن هو أقدر أجيلك هنا شبت حيلك يارى اتطمت هتفضل معي لحد ما ترجع لها بالسلامة لو هتكون فيهمت إن أنا لأ طبعاً أنا قلت لها إنك ما عملتش حاجة وحشة وإنك أحسن أب في الدنيا أنا ما قتلتش يا سفر مصد استمش بتاعي ومفيش بيني وبين ياسر أي حاجة تخلييني قتله أنا مدأكده ممكن كنا بعادة عن بعض الفترة الأخيرة بس أنا عرفك كويس أنت ما تقتلش يا شريم وما كانش في حاجة وحشة بينك وبين ياسر أنا آسف يا سلم بل هيك تشوفي بوها ديرا نجيب المعزون زي ما قاعدتك أنا تنفكرش في المعزون دلوقت وإنت كمان متفكرش فيه أنا وإنت لازم نفكر في حاجة واحدة بس إزاي نسبة براقتك من الجريمة اللي أنت ما عملتها هجدي هيا يا أبني خلاص شوف هتعمل ما يقولي طيب ماشي طيب السلام دلوقت يحكلم أكتب السلام سلم قالت لي أنت جبت محامي للشريف أبو مال هو مش جذوختي برضو أمي أنت طول عمرك وتكره عشان يتجاوز سلم غصبا عنك وكنت بتحاول تخليه طلق ما عليش شباح الرجل في محنة أو لازم نقف جنبه أنت مش هوقف جنب الشريف أنت هوقف ضد عيسا أنت قصدك يعني أن لما شريف يطلع براقة إيسا هيتسجم طيب هو ماله المحامي اللي مع إيسا أنت اللي جايب أقوله والمحامي اللي مع شريف أنا اللي جايبه له تخلي بقى القضي يسمع الاثنين وساعتها يحكم بالحال أنت مش عاوز الحق أنت عاوز يا سيدي سجلي عشان ما تبقى شا تهزمته الدين على فكرة أنت بنفسك بدأت تشوكي في إيسا بعد اللي عمله في الشريف ويكوني فكرة أن الجاية هنا عشان تعادبين أن يوقف جنب الشريف والكلام ده أنا عارف أنت جاية ليه جاية عشان تتأكديه من حاجة واحدة بس اللي مخليني متأكد أن شريف بريء وإيسا مكرم بس العلم البعا أنا مش أقولك على أي حاجة عندي وساعتها تعرفي كل حاجة في وقتها بس صدقيني رنات الدم يوم موسيقى طول ما القضية في النقدة تبقى أنت المتهم الرئيسي لأن النيابة طعنت على حكم براتك جرى يا متر انت هتعلقني ليه؟ مش هنتطمن إلا لما النيابة تسحب القضية من النقط وتستقنف التحقيقات من جديد بعمر من النقب العام طب وده هيحصل إمتى؟ لما تتأكد إن شريف فعلا هو القاتل وتصدر قرار بالاتهام في حقه وتحول القضية من جديد للمحكامة وهم بعد كل ده لسه متأكدوش إن شريف هو القاتل صحيح هما لو المسدس في درج مكتبه لكن معلهوش بصماته ولو معا محامي شاطر هيلاقي أكتر من صغرب براته أيوة يعني كان فيه دليل إدانا ضده إنما أنا مكنش فيه علي حاجة علشان كده خدت براته غلطتك الوحيدة يا عيسى أو القدرة إنك زرت شريف في مكتبه في نفس اليوم وده اللي مخلي النيابة شكة فيك وعندها اعتقاد إن انت اللي حططله المسدس في درج مكتبه قديك بتقول مجرد شك إنما ما فيش أي حاجة عليك محدش عارف الأيام الجاية مخبية إيه قصدك يا متر وجايز تظهر قدلة تانية ضد شريف وجايز تظهر قدلة تانية ضد شريف لكن إن شاء الله خير عن إذنك مثلا ما فيش أي حاجة أطفال شريف مشاركة أطفال على شرح موسيقى من ساعتنا جئت وانا مستني كتكلميني مهر قال لي ان يسهل مكان عندك ماشي من شوهي موسيقى الراجل ده نبقيتش متطمنه احتبال ان احتاج لمحامي تاني بس ده اللي برقك من الاول ده لما كان متأكد ان انا بريق فعلا هو مش قادر ينسى ان انا خبيت عنه ان انا كنت موجود في الفيلا اول مرة يظهر انها كانت فعلا غالطة طب ما انت كمان خبيتي عنه وقلت لي ما تجيبش سيرة لحد وكنت فاكرة ان انت بس اللي شفتيني يبقى انا كمان غلط وقلت عشان كنت خايفة علي ما عرفش وقلت كني حاسة ان انا كمان اللي حطت المسدس في درجة شفيفي انا مقلتش كده عايزة اه بس شكة خايف اكون بغدعك وماستاهلش حبك انا كان ممكن استحمل ان اي حد يشك فيه اي حد الا انتي اه جماً اه جميعاً اشهرون ان دعاً انا قلتاً اشهرون ان انا اشهرون ان اصلاح أمال باباكي فين؟ قال لي عدى عليه هو جاي في السكة اي وانتي عامل اي طلمانين عليك؟ والله انا ما بقيتش عارف انا حسن بقيم وليد قال لي ان شريف كان عايز اطلقك من ما اتقبض عليه كأن ربنا ما كانش عايزنا نطلق دلوقت ليه صعبان عليكي؟ متضايقة؟ اكيد انا حاسة انه بريء شريف يمكن يقتل ياسر ولا اي حد اصلي طبعا مش هتقول له يطلقني هو في السكة هيبقى صعبة قوي شريف صعبان علي وصوصا بنته صعبان علي قوي طبعا مقدر الظروف اللي انت فيها و اللي هو فيها هو صعبان علي جدا بس انت صعبان علي اكتر يا سنة على الاقل انا بحراتي اروح اي جيل اعمل انا عايزايا لكن هو هو ايه خلاص في العيش كل حاجة هتبقى كويسة ان شاء الله اشتركوا في القناة الراتب موسيقى افتقرتك في الشركة لا اكسلت اروح لا انتي مش مكسلة انتي بداتي تفوقي مش عايزة تروحي الشركة عشان كل ما هتروحي الشركة تشوفي عيسى قدامك تعرفي قد ايه خدعيك يا مامي كفاية كلام بقى في الموضوع ده حاضر حاضر يا راني حاسكت بس حاسك انكي تجي تقوليلي انا فوقت وعرفته على حقيقته وحتطردين من الشركة وقتها ومن حياتك كلها واتخليه ياخد جزائقه على قتل اخوكي حاضر راني بقى اليوم ما بيجيش تعرفش ليه لا وانت متصلتش بيها حس انا بكلمها مش بترد هي مش بترد عليك انا عارفة انها بتهرب منك انا عارفة انها بتهرب منك حاسة ان انت الوراط شريف في قتل ياسر وفجأة بقيتشكة في برقتك من قتل اخوة بقيتولي ايه رانيا لا يمكن تفكر بالطريقة دي رانيا ما بتفكرش غير بالطريقة دي وانت عارف كده كويس انا حمدي عقد الشراكة معنا عيم ومحتاجك معي احدش هيخاف على فلوسي قدك انا رفضت المشروع ده قبل كده رفضت عشان رانيا بس هتقبل عشان بس هتقبل عشرته مع ياسر انا رفضت عشرته مع ياسر انا رفضت عشرته مع ياسر واضح انه كان بياسر فيه جدا علشان كده ما استغناش عنه لحد ما مات وشريف قد السقة دي غريبة قوي ان انت تقولي كده على واحد متهم بقتل ابنك انتو اللي اتهمتو مش انا البوليس طلع من درج مكتابه المسدس اللي اتقتل بياسر ده مسدس عيسى مش شريف وهو اللي حطي له مسدس في درجه عشانين فيتهم عن نفسه هو انت ليه بتباعدته مع شريف شغله ومصلحته وعشرته مع ياسر ايه اللي خليقتله فجأة تحريات المباحث بتقول ان كان في خلافات بينهم خلافات عادية بتحصل دايما ما تخليش شريف يستقير ولا ياسر يرفته عن ياسر اللي يرحمه عزم وفرحه وشريف شاله على ايده لغاية المستشفى وانت ازاي بتهتهي مع ياسر في ايه بقتل ابنك ومع ذلك مش غلا في شركة عندك مش انا اللي مشغلاه بنتي اللي مشغلا غزبا عني ومصير هتعرف حقيقته وترفده او انتو تثبتوا التهم عليه ويتسجن قبل ما يترفد تفضل الفطار تقول دفتر عشان ترم عظمك ان انت معك فردتين تهزر انت مش يحسب مفضة الليوي بوزي طول النهار زيك كده ويقالش مستحملني خلاص انت اللي مش مستحملني نفسك انا يا حنزل اجيب شوات حاجات كده لزوب البوفيه ها ارجع الاقيك مخلص على البنزين ده كله عشان ما تعتلش بعد اقول محطة ها سلام دالين كنت متأجد أنك هتيجي ألا أصلاً ما كنتش عايزة يجي هتيجي لك تاني وتالد ورابع حد ما صعد عليك أنا اللي صعبان عليها نفسي قوي لما أنا عارف أسيبك ولما أنا عايز أرجع لك تريخي تريخي أناسة رانيا مش غريبة أن أنت تشغال عايزة في شركتك وأنت عارفة أنه اتهم بقتل أخوك أنا شغلت عايزة علشان متأكداً أنهو مالوش دخل بقتلي يسر وليه متأكداً؟ عشان عارفة كويس وكمان يهمني أن أدور علقات الحقيقة بس والدتك بتقول إن هو علقات الحقيقة؟ علشان كان مرتبط بصارة قبل ما تتجاوز يسر طب وده مش سبب يخليه قتله؟ ممكن يكون سبب بس ملوش علاقة بعيزة وشريف؟ برضو ما قدرش هتهمه بأكل يسر انت شفتين ليلة الحدث؟ الشريف؟ لا عايزة لا ما شفتوش بس صابر الكهربائي بيقول إن هو كان في الفيلا اليوم ده لا إمين كان بيشبه عليه أو حاجة؟ بلدتك بتقول إن انت شغلت عيسة في الشركة معيك غصبة عنها ليه؟ أنا شغلت عيسة علشان هو محاسب شادر وأمين وأنا محتاجة شخص زي الجنبي في الوقت ده وده سبب بيخليك تخسر المددتك عشانه؟ أنا ما خسرتش منه وفي نفس الوقت ما قدرش هزلي منه خصوصاً يعني بعد إن المحكمة برأيته وفي نفس الوقت ده يعني خلاص؟ إنيابة هتسحب التعب وتحاكم شريف بدلك؟ عايزة تطميني علي؟ ولا لسه شكة فيه؟ دي تاني مرة تقولها لي يا عايزة أيها شكتي لما ظاهر حد تاني شافني في الفيلا للتالفرح وشكتي أكتر لما عبدوا على شريف تهيالك إن أنا اللي حطيت المسدس في درجة مكتبه وده اللي خلاك يمجيش الشركة اليومين اللي فاتوا أنت لو ما كان يا عايزة كنت هتعمل أكتر من كده أنا لو ما كانك هفكر زي أنت أصلاك استحملت حاجات كتير قوي على شها كان لازم يجي الوقت وتتعبي وكان طبيع يجي الوقت وتسألي نفسك يضطر اللي أنا بعمله ده صحة ولا غلط أنا وشقدر أحلفلك إن أنا بريء من توريد شريف القضية زي ما أنا بريء من قتل ياسر أسيب المحكمة هي لتثبتلك دالي ومن اللي جايين ومن هنا الغاية ده ما يحصل أنا في أجازة أجازة؟ أجازة لي يا عايزة؟ عشان عبعي أحك شوية ما تفضلش تدافع عني طول الوقت وانت مش متأكدة أصلا أن أنا بريء وعشان حاجتين يهم أنا ما تعودش تشوف فعني كي غتنزلت حبك لي مواضحش أسلح من شكك فيه مبروك علينا توقيع عاد الشراكة تعرف إن أنا قلبي لسه بيدوق الغاية بالوقت وهيفضل يدوق لغاية ما نسل المشروع على المزارة طيب يا سديدي ربنا يطمد ده عادي جدا على فكرة يعني مش عشان أنا لسه سيدة أعمال مستجدد؟ لا خالص كل لجاء اللي أعمال بيبانع اليوم كده من بره إنهم مش خايفين صحيح بنجمد قلبنا وإحنا داخلين بأي صفكة بس بنفضل خايفين لغاية ما نخلصها واضح كده إن أنا هتعلم منك كتير الشغلة هو اللي أعلمك بيه حاجات كتير متعلمش بالكلام تعرف إن أنت الوحيد اللي شجعتني أشتبت؟ كلهم كانوا متوقعين إن أنا هاولس الفلوس طاف البنك وعيش من فوائدة بس كده تبقى موتة مش عيشة على فكرة هم كانوا عوزين كده يعني هم كانوا خايفين إن أنت تخش البزنس بتاعهم وتتفوق عليهم بس أنا بقى موعدك بدا على قد ما فرحت جداً بالفلوس اللي ورستها على قد ما خسرتني ناس كتيرة قوي كنت فاكره قريبونهم إن الإقرارك الخير ما يستهلش إن أنت تفكري فيه أما بقى بالنسبة للناس اللي انت خسرتينهم فأنت كسبتيني أنا ولا مش كفاية كفاية أنا أحاس كده إن إحنا دماغنا شبع بعض تقريباً كده إن إحنا ممكن نتقابل في حاجة تانية برا شغل تفضلي كله البناحة جداً تقريباً وتحكيل يهي،، وانت― ايه؟ هو تكون متخنين مع بعض ومخب عني بابا خلاص خلاص هدي نسكتة هم واحد يبقى دي ايه؟ لسه مش عارف كمان طيب خلي بالك من نفسك خلي بالك انت جمع من نفسك هكلمك او الموصل ايدنا حلال كويس نحيطك قبل ما تيمشي ايه يا عم بالرحة علينا بقى دهجازاتي داني جايب لك خبر حلم خير يا متر فضلت ورا النيابة لحد ما سحبت الطعن على البراءة يعني خلاص مش هيعيده محكمة عيسي انا لو خسرته انت نفسك هتخسري لازم تعرفي ان داليا مراتي زي ما انت كمان مراتي كنتش فاكر ان انت ضعيفة قبيمة انصرتك انت بتفكريني او بتخوفيني حاولت تنسى انك متجاوز علي انا اللي مهما عرفت عنك عمري ما اسيبك يعز اكون انا الوحيد اللي يقدر ان نسيك يا عيسر فيه سارة مش شايفة اي راجل في الدنيا غير عيسر فيه مش قادر تفهم ان دي سارة دي حب عمره